عسلام ومرحبا بكم الناس كل في قناتكم أسرار نجوم بعد الانتقادات العديدة من الساحة الإعلامية وحملة التنمر اللي تعرض لها على الشابي على عرقت وعلى أخوه المنجي الشابي اليوم صرحت بيزردي في برنامج الهدي زعين في إذاعة موزاييك وتصريح الحقيقة كان صادم وخاطير وعطات رأيها في المشاكل للعرق في عائلة الشابي وحسمة الأمر قالت الحكاية تشوكي برشا وما ثم حتى عائلة تتمنى تسير لها هكا قالت الحكاية خنقتني وبكيتني وحزنتني ياسر خاصة من كيف المنجي الشابي هبط الفيديو الأخير على شهادات متاع رجال الحومة على عائلة الشابي قالت موقف صعيب برشا العالية بعد شهادات متاحهم قالت العالية عاود خمم في اللي صاير راكم وليته وأخوة الشابي الأعداء قالت اللي صاير اليوم خسارة كبيرة لعائلة الشابي قالت أنا نعرف المنجي الشابي وسمعته بيه هو اللي خدم على أخويته وضحه على خاطرهم قالت نعرف عبد الرزيق يحب أخوه المنجي الشابي برشا ويحترمه ويكلمه ويستشيره في كل المواضيع متاعه اليوم الناس تسمع في المشاكل هذه الكل حاجة تألم برشا بيه الزردي من خلال تصريحاتها كانت في صف المنجي الشابي ضد علاء الشابي خاطر قالت شخص نسمع عليه كان البيهي جيت ضد علاء الشابي قالت أنا ما نعرفوش ونظن اللي توين سائل كل طلعت غالطة فيه وما تعرفوش قالت مش علاء اللي نعرفوه قالت العلاء الناس في حاجة الإنسان صادق في برنامج عندي ما نقول لك وعنده وما عنده حتى عيب وانتي وليت بكلك عيوب وقاعد العيوب هذيك تصلح فيها للناس وتنصح فيهم وتعلم فيهم في المبادئ متاع العائلة والقيام وانتي اليوم تفتقدها قتلوا ياريد تنسحب من برنامج عندي ما نقول لك خاطرك إنسان مش صادق هكا كان تصريحها بيا الزردي لحقيقة تصريح قوي برشا أيدة المنجي الشابي وعطته الحق في حين إنها اتهمت علاء الشابي وقتل وراك غالط وطلعت مش صادق والناس غالطة فيك وطلعت متعرفكش بالتصريح هذا ميلة الكفة لكل المنجي الشابي وحتى اللي كان عنده شكوك إنه على مظلوم المنجي هو اللي دخل له في حياته اليوم وبعد تصريح بيا الزردي عرف الحقيقة كاملة انتو ما أعطونا رأيكم في الحكاية متاع المنجي الشابي وفي تصريح بيا الزردي وما تنسوش باش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو القادم إن شاء الله